والله حال هذه الأمة محزن صدرت فتوى لمفتي الشيشان مفتي الرقص مفتي بوتين بأن القتال تحت راية بوتين جهاد وهذا الجهاد هو جهاد في سبيل الله وفي سبيل القرآن وفي سبيل الدين يا عيني هو جهاد من أجل النبي عليه الصلاة والسلام يعني بوتين الآن نعم يقودنا للجهاد من أجل النبي صلى الله عليه وسلم من أجل عدم نشر الفساد شوفوا ما شاء الله بوتين رجل مصلح هو يقاتل من أجل عدم نشر الفساد فهمت الآن من يبالي بهذا العميل؟ عميل لا قيمة له هو فقط بوق للملاحد الصليبيين بس نكمل هؤلاء الشباب ذهبوا إلى أوكرانيا من أجل الجهاد هم في حالة جهاد هو جهاد في سبيل ربهم بوتين في سبيل الله؟ مش ممكن فاعا عن المظلومين ضد الظلمة والطغاط والمفسدين ولا شك أنهم في جهاد خالص أيها الكاذب على الله القتال تحت راية بوتين الذي دمر سوريا وقتل نساءها وأطفالها جهاد في سبيل الله؟ قتل ربع أهل الشيشان هذا جهاد؟ يسعى لإعادة روسيا الصليبية مهيمنة على كل الجمهوريات الإسلامية تسبب بطرد 15 مليون مسلم سني سوري واستبدلهم بالشيعة من إيران وأفغانستان وباكستان الآن يستوطنون سوريا كما فعل اليهود في فلسطين يفعل الشيعة في سوريا يا مفتي بوتين جهاد تحت راية بوتين إذا كان هذا الأحماق يعتبر القتال تحت راية بوتين جهادا والله لم أعد أتعجب أن أجد أناسا يتبعون الدجال رغم قولهم لا إله إلا الله يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبية أو يدعو إلى عصبية أو ينصر عصبية فقتل فقتله جاهلية موته؟ موت جاهلية هذه رسالة موجهة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم إلى كل من ينضوي تحت لواء رمضان قدروف في القتال في أوكرانيا وهو كافر ملحد تارة شيوعي وتارة صليبي وقوله عليه الصلاة والسلام لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض فالأصل عدم تدخل المسلمين في حرب لا فائدة لهم منها تحت راية من دمر الشيشان لكن بعض الشيشانيين المتحمسين للموت للموت فداء للظالم المعتدي الملحد فلاديمير البوتين هم لا يدافعون عن أرض سلبت منهم وإنما يعينون الظالم على ظلمه حكمهم حكم بوتين لأنهم يتولون كافرا في شيء ليسوا مضطرين إليه لكن هم يتولون بوتين ويقاتلون تحت رايته من أجل أن يدمر ويعتدي على بلد أخرى والله عز وجل يقول ومن يتولهم منكم فإنه منهم مع ذلك نقول الأفضل عدم المشاركة في نطاق دفاعهم إلا في النطاق الضيق دفاعهم أحيائهم وشوارعهم وأماكنهم وبيوتهم وحفاظا على أعراضهم ونسائهم ها هذه نعم هذا وننصح الشيشانيين بعدم الانضمام إلى الروس في هذه الحرب فإن رايتهم وقيادتهم كافرة ومعتدياً فمن قاتل تحت راية جاهلية فمات فميتته ميتة جاهلية ويبعثه يوم القيامة تحت راية من قاتل معهم من أصحاب راية الجاهلية ترجمة نانسي قنقر